نتقل إلى نادي الزمالك وجميز المدير الفني ليه نادي الزمالك بيطالب بمستحقاته خمس شهور متأخرة بالنسبة ليه جميز نتكلم شهرين راتب شهري وثلاث شهور مكافئة الكونفدرالية الأفريقية خمس شهور كتير يا حقيقة لكن هو ده طبعا اللي موجود في الوقت الحالي ومطالبته بمكافئته ومطالبته أيضا بالراتب الشهري الخاص بيه من نادي الزمالك أنا أنتظر طبعا الأمور بالنسبة لنادي الزمالك الأمور المالية سواء بقية المكافئة الخاصة بالكونفدرالية بيع بعض اللعبين أمور ممكن تكون إدارية داخل نادي الزمالك مالية يقدروا يحلوا أمور كتير بيها وتأخرات بقى فك قيد ده برضو هننتظره في الفترة القادمة طيب ماتش اللي جاي النادي الزمالك عنده يوم الجمعة القادمة سيراميكا كريباتر فيه 8 لعيبة مش هيبقوا متواجدين بنتكلم بداية من محمود حمدي الوينش عبد الشافي الاتنين طبعا في التأهيل بعد إصابتهم بروباط الصليبي ثم أحمد حمدي اللي اتعرض أيضا لقطع في رباط الصليبي خلال نهاية الكونفدرالية ثم أشكبالة اللي لسه حتى الآن بيتعالج من العضلة الأمامية ثم فتوح اللي اتعرض مع المنتخب طبعا للإصابة في الكاحل سيف الدين الجزيري اللي مصاب فيه العضلة الخلفية ومعاهم بقى مهاب ياسر عنده كدمة قوية في الكاحل ومحمد عاطف أيضا تعرض لكدمة فيه الرجبة كانت في ودية البنك الأهلي وأخيرا مصطفى الزناري اللي عنده إجهات فيه العضلة الخلفية برضو كانت فيه نفس المباراة الودية أمام البنك الأهلي دول تمنعيبة مش هيبقوا موجودين مع نادي الزمالك اللي عنده ماتش بقى فيه الدوري مرة أخرى الدوري بيعود مرة أخرى بداية من طبعا الأسبوع بداية من يوم الخميس يوم الجمعة ماتشات الأهلي والزمالك والغريبة أن الماتش على حسب ما أنا شفت جدول الدوري الأهلي والزمالك هلعبوا في نفس التوقيت وطبعا أنا برضو حاجة عامر حسين أنا عايزة تفرج على الأهلي هو بيلعب وعايزة تفرج برضو على الزمالك في نفس الوقت هو بيلعب أرجوك حاجة عامر ناخد بالنا من النقطة دي يعني ناخد بالنا من النقطة دي وبتوقع الزمالك عايزين تفرجوا على الأهلي وبتوقع الزمالك برضو عايزين تفرجوا على الزمالك ويشوفوا المنافس بتاعهم قطل دائم يعني برضو ما يبقوش في نفس الوقت حقيقة برضو لازم ناخد بالنا من الامور دي طب بالنسبة لناتزة مارك عمر السعي احد اللي عامين الحقيقة المميزين في الفترة اللي فاتت لعب نادية الإسماعيلي ولعب صغير تخب أولمبي معروض على نادزة مارك من خلال وكيله في انتظار طبعا الايام القادمة الخاصة بناتزة مارك في حل الامور المادية بالنسبة له اشتركوا في القناة